اجتماع لتقييم تنظيم وتدبير عملية النقل البحري التي تقوم به وزارة النقل واللوجيستي كل سنة من أجل مساهمة في إنجاح عملية مرحبة هذا اللقاء جمع الأربعاء الثامن عشر من أكتوبر 2023 بالرباط جمع الوزارة وشركة النقل البحري المغربية والأجنبية والسرطات المنائية المغربية برئاسة محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك الحمد لله العملية البحرية امرت بسلسة بالطبع عملية خاصة فيمكن يوقع فيها بعض المشاكل ولكن الحمد لله إجمالا فهي كانت جد إيجابية من التدابير الخاصة اللي عرفتها في 2023 هو الحجز المسبق ديال التذاكر وهذا يعني بدينها في 2022 وتزاد شوية في 2023 وتنبقى غادي في الاتجاه هذا لأنه تسهل الانسيابية داخل الموانئ وفي كلمة الافتتاحية بهذا المناسبة كدى وزير النقل واللوجيستيك على الأهمية التي تكتسي عملية مرحبة التي تحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس حيث إنها تشكل مناسبة سنوية يؤكد من خلالها مغاربة العالم ارتباطهم الوثيق بوطنهم وفيما يخص حصيلة هذه العملية أبرزت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2023 تم تسجيل عبور ما ينهز ثلاث ملايين مسافر عبر الموانئ المغربية بزيادة قدر 23% مقارنة مع عملية مرحبة 2022 وطبعاً تخذ بين الاعتبار على الإكرهات المتعلقة بالصحة العمومية داخل الميناء وكذلك ضمن الطاقة الاستهابية البواخر لاستجابة لمتطلبة الجالية المغربية وطبعاً ضمن ربط بحري ساليس ما بين مغرب وأوروبا شركة البحرية قامت ناحيتها بتخصيص أسطول بحري الذي استجابة لمتطلبات الجالية المغربية من ناحية سواء تعلق الأمر بجودة الخدمات وبالخصوص توفير رحلات على مدار تقريباً 24 ساعة على مدار تقريباً نصف ساعة وفي ذات الإطار كانت الوزارة قد عبأت من مجموع 32 سفينة تابعة لتسع شركات بمختلف الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وذلك لضمان تأمين أكثر من ألف رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر بخمسمات ألف مسافر ومئة وستة وثلاثين ألف سيارة كل أسبوع